عزاء المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في قصة التلفزيون المصري من القاهرة قصة الجهاز العجيب الذي ينقل لكم العالم وأنتم جالسون في منازلكم الجهاز الذي عرفته البشرية في بداية القرن العشرين ودخل مصر في يوليو 1960 بحلول منتصف عام 1959 كانت قد أنشأت محطتين للإرسال يمكن من خلالهما بث ثلاثة برامج منفصلة على قناتين في وقت واحد وفي الوقت نفسه جرى إنشاء الأستوديوهات وتركيب الأجهزة وتدريب الفنيين على يد خبراء أجانب وإرسال آخرين للتدريب بالخارج وتم تحديد العيد الثامن لثورة يوليو للافتتاح الرسمي ثم بدأ العد التنازلي للبث وفي تمام الساعة السابعة مساء الحادي والعشرين من يوليو 1960 تحقق الحلم وشاهد المصريون وقايع حفل افتتاح مجلس الأمة خطاب الرئيس جمال عبد الناصر نشيد وطن الأكبر نشرة الأخبار تلاوة آيات من القرآن الكريم كل ذلك في قناة واحدة وزمن إرسال خمس ساعات وشهر وراء شهر تعددت البرامج والمواد تلفزيونية برامج للأطفال والكبار سياسة واقتصاد وفن واكتماع تمثليات وأفلام وكتائب من المبدعين لا تكف عن العمل والتطوير ثم جاءت القناة الثانية لتصل ساعات الإرسال إلى ثلاث عشرة ساعة يومياً في الحادي والعشرين من يوليو عام ألف وتسعمائة وواحد وستين ومن يومها كان التلفزيون المصري يخطو خطوة جديدة كل يوم عاش لسنوات في زمن الأبيض والأسود حتى جاء نصر أكتوبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين ودخل زمن الألوان بعد تحويل البث التلفزيوني وأجهزة الإرسال إلى نظام سيكام وشاهدت الجماهير الناسب الألوان الطبيعية وفي بداية مرحلة الثمانينات بدأ التفكير في التوسع الهندسي والجغرافي لمجال التغطية التلفزيونية ليصل إرسال التلفزيون المصري إلى كل محافظات الدولة فبدأ إرسال القناة الثالثة في أكتوبر عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين لتغطي محافظات القاهرة الكبرى ووصل متوسط ساعات الإرسال على القنوات الثلاث ما بين خمس وعشرين إلى ثلاثين ساعة يومياً وتأسس قطاع الإنتاج ليحدث طفرة في إنتاج الأعمال الضرامية وتوالت أعماله عبر السنوات ليالي الحلمية ضمير أبل حكمة ورأفة الهجان وذئاب الجبل وبوابة الحلواني وأرابسك المال والبنون وهوانم جاردن سيتي وأبو العلى البشري ألف ليلة وليلة وسيرة الهلالية وجحى المصري مسلسلات وفوازير وأفلام روائية وتسجيلية ورسوم متحركة أنتج ما يقرب من خمسة عشر ألف ساعة درامية وأربعمائة فيلم روائي وستمائة فيلم تسجيلي كان ذلك من خلال بنية أساسية قوية من استوديوهات مجهزة في مسبيرو وأخرى في مدينة الإنتاج الأعلامي وكفاءات بشرية من فنانين وفنيين ومذيعين ومخرجين ومعدين وكتائب عمل من مختلف المجالات الإعلامية ترجمة نانسي قنقر